الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة لينبع بأسا سديدا من لدد ويبسع المؤمنين الذين يعملون الصادية لأن لهم أجعا لذنا لا كسين فيه أبدا وينظر الذين قالوا اتعلموا ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كهرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فعلك باحئ النفس فعلا سعيد إن لم يؤمنوا بهذا الذي سيصفاه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهدون ما عليها صحيدا زرزا أن حسدت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا إلا أول فشية إلى الكهف فقادوا ربنا آتنا من لدن كأمة وعيئ لنا من أمرنا وجدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بأسناهم لنعلم أن يختبط لأحسن ما لبسوا أمدا نحن نكس عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وغبطنا على قلوبهم إذا قاما فقالوا أبنا أب السماء أبنا 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 أبنا줘 فقد قلنا أبنا أبنا عطلة هؤلاء قوم لا تهضر من دون إله آلهة لو لا يأتون عليهم بسرطان بيل فمن افتعى لو لا يكذبا صدق الله شكرا